أهم سبب من أسباب الإمساك هو أنك أساساً تأكل أكل غير صحيح وأنه يكون قليلاً نسبة الألياف التي يوجدها أو أنك لا تلعب رياضة بطريقة ممتظمة أو أنك لديك سمنة وبالتالي تعوقك عن الرياضة أو أن نظام الأكل يكون الماء الذي يوجده قليلاً يعني أنك لا تشرب ماء بدرجة كافية كل هذا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك بالنسبة للإمساك، يكون موجود في الناس الكبار أكثر لكن أيضاً يوجد على مستوى كل الأعمار وفي السيدات أكثر من الرجال ويجب أن يجده في الأطفال والأطفال التي تكون لسا مولودين في بعض الأحيان يجد أمراض خلقية مثل مرض الهيرش سبرينج أو مثل هذا الهيرش سبرينج عبارة عن أن الطفل يكون مولود وفي بعض المناطق في القولون لا يوجد خلايا عصبية وبالتالي الحرقية التي تكون ليس موجودة وبالتالي الطفل يعاني من الإمساك كذلك بالنسبة لبعض الأطفال التي تكون مولودين وفتحة الشرج نفسها مقفولة طبعاً في حالة هيرش سبرينج وفي حالة فتحة الشرج مقفولة هذه الحالات تكون محتاجة جراحة لكن هناك بعض أسباب أخرى تكون موجودة للإمساك مثل قولون العصبي يعمل إمساك كذلك بعض الحالات مثل الذهاب المزمن القولون، مثل الكرونز، مثل القولون التقرح هذه الحالات تؤدي إلى إمساك أيضاً ترجمة نانسي قنقر